نظم معهد دراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مائلة مستديرة حول العقوبات البديلة بحضور معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام والمستشار عبدالله بن حسن البعينين رئيس هيئة الإفتاء والتشريع وسعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل وائل بوعلاي ونخبة من الخبراء الزميل يحيى العمري والتفاصيل جلسة نقاش مثمر وبناء لم يغفل عن أي صغيرة أو كبيرة في مشروع القانون الجديد مشروع العقوبات البديلة الذي يلقى اهتماما كبيرا ورعاية مباشرة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع الشيخ خالد بن علي الخليفة فهذا المشروع الذي تتشارك فيه العديد من الأطراف المعنية كهيئة التشريع والإفتاء والأمانات العامة والسلطة القضائية وغيرها من الجهات يأتي لتقليل الضرر المترتب على العقوبات المعتادة وتحقيق الغاية من فرض العقوبة وهي الإصلاح السجن ليس هو الحل في جميع القضايا نعتقد أن بعض القضايا وبعض الجرائم ممكن استبدال عقوبة الحبس أو بعقوبات بديلة أخرى العقوبات البديلة قد تختلف منها الحبس المنزلي على سبيل المثال أنه يلتزم أن يكون في منزل مدد معينة تصل فترة طويلة التزام بالتواجد في مناطق معينة التزام بعدم التواجد في مناطق معينة السويرة الإلكترونية على سبيل المثال العمل في خدمة المجتمع هي فكرة موجودة ومطبقة في كثير من دول العالم البحرين بادرت فيها والتزمت فيها وأعد قانون متكامل في هذا الأمر دورنا يأتي حسب ما هو مخطط له أو مرسوم له في المشروع بقانون هو الرقابة على التنفيذ والاطلاع بمدى التزام المحكوم ضده بالبرامج الموضوعة له من قبل وزارة العدل والنيابة العامة من أجل تحقيق السياسة العقابية المشروع الذي سيعرض على مجلس النواب قريبا هو مشروع يحمل أبعاد اجتماعية وإنسانية سامية ويطمح لإيجاد بيئة خصبة لتطبيق يتشارك فيه الجميع في مبادرة لتحديث المنظومة التشريعية بما يتناسب مع المعايير التي أثبتت نجاحها فالهدف الأهم هو إعادة المحكوم عليه عضوا صالحا وناجحا لمجتمعه نناقش قانون العقوبات والتدابير البديلة في هذه التشريعية لفتال القانون نحن خلصنا من صياغة هذا المشروع القانون وتم حالته إلى مجلس الوزراء المواقر ومن ثم إن شاء الله سيحال قريبا جدا إلى مجلس النواب للنظر فيه هذه العقوبة هذه القانون فكرة الأساسية هي إيجاد بدائل للعقوبة الأصلية التي يحكم بها القاضي هي مبادرة نثمنها جدا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والقريم من المملكة البحرين نحو تعذيز حقوق الإنسان واحترام أدمية الإنسان هي في الحقيقة أيضا تساعد الدولة في سياستها العقابية سيتم تخفيف حدة ازدحامات السجون كذلك النفقات التي تتكبدها الدولة فضلا إلى أن تم الاكتشاف يعني إلى أن اليوم قضاء مدة العقوبة السالبة الحرية تكون لفترة بسيطة غير مرجوة من إصلاح المتهم وتأهيله لأن الهدف من العقوبة هو الإصلاح والتأهيل وأن اليوم لما تقضي فترة زمانية معينة لا تزيد عن مدة سنة في السجن لا تصلح المتهم ولا تؤهله ببرامج تأهيلية فظهرت الحاجة إلى وجود هذا القانون هو قانون العقوبات البديلة خرج هذا النقاش المستفيد بتوصيات عدة أهمها البدء الفوري في تدريب القائمين على إنفاذ العدالة الجنائية والتأكيد على ما تضمنته العقوبات البديلة من مزايا تناسب النظام القضائي في البحرين يقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهذا هو الأصل فالعدل أساس الملك وحصن الأمن وهذا المشروع يقر بالدور الهام لتطبيق القانون ولكن مع تقليل الأضرار الجانبية للعقوبة قدر الإمكان دون المساس بهيبة القانون وسيادته يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر